مازال العراق يشهد تعثرا في تنفيذ آلاف المشاريع التي تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات ومشروع المستشفى التركي في محافظة واسط أحد تلك الشواهد على التغول الفساد حيث رغم البدء بتنفيذه منذ عام 2011 إلا أنه لم ينجز حتى الآن رغم أهميته طبعا فيما يتعلق بالمستشفى التركي اللي بيكون طبعا توقف العمل بيه 2014 بدخول داعش للعراق وتعرف البلد ارتبكه وهذا فتوقف العمل بيه لما انسألنا نسبة الإنجاز للمهندس المقيم يقول 35% زيادته من 2014 ولحد الآن متوقف حتى البنى التحتية واللي أنجز هنا 30% همت هالكيته وقعت وصارت غير صالحة للعمل وهذا كل الفلوس هاي مبالغ هاي الأهالي حملوا المسؤولين في بغداد وأقرانهم في واسط مسؤولية تلك التنفيذ المستشفى التركي بسبب غياب آليات محاسبة الشركة المنفذة للمشروع في وقت تعاني محافظة واسط من انهيار في قطاعها الصحي نطالب بتحسين الواقع الصحي الواقع الصحي جدا رديء بالمحافظة وخصوصا المستشفى التركي أو مشروع المستشفى التركي اللي بالمحافظة اللي لازم يكمل بأقصى سرعة بسبب الحكومات المتهالكة الفاسدة المحلية من جانبها قلت دائرة صحة واسط أن وزارة الصحة الحالية قامت بتوقيع عقد جديد مع شركة التركية المنفذة وإن العمل بالمشروع سيبدأ قريبا شركة وعدتنا أنه خلال أقل من أسبوعين تباشر الشركة التركية طبعا بوادر العمل هي بدأت أخذوا الموافقات من قبل دخول العمالة التركية وأيضا الجهات الأمنية بحراسة الموقع هذه كلها الحقيقة أكملناها أيضا كان في العقد ملحق العقد هو الزام لشركة التركية أن يكون هناك ثقف زمني محدد لإنهاء المشروع ليس كالسابق هذا ويؤكد مراقبون أن هذا المشروع هو فشل آخر يضاف للحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 والمتضرر هو المواطن في واسط بسبب قدم ما موجود من المستشفيات في المحافظة فضلا عن قروج بعضها عن الخدمة